رؤية البشر بشكل جيد وواضح إلا إذا صنفناها في شكل جماعات جماعات على أسس دينية، على أسس إثنية، على أسس طائفية، على أسس طبقية، على أسس جغرافية، مناطقية أو على أسس الجنس أو النوع أو الجندر أو على أساس العمر وتالي التصنيف هو شكل من أشكال تسهيل الرؤية أو الرؤية من دون التصنيف تكون الحدود مائعة بين الكيانات افتراض وجود جماعات، معناها افتراض وجود حدود هذه الحدود التي تطرحها الفكرة التي تطرحها الكتاب أن هذه الحدود ليست حدود ثابتة بشكل لا يقبل التغيير هي حدود رسمت في لحظة من لحظات التاريخ وبالتالي أنا أفكر في الجماعات كحدث تاريخي حصل يترتب عليه ترسيم حدود أو إعادة ترسيم حدود لم تكن الجماعات هكذا من قبل ليس معنا هذا أن المسلم ما كان يعرف نفسه على أنه مسلم أو أن الكردي ما كان يعرف نفسه على أنه كردي أو التصنيفات المذهبية أو أي شكل من أشكال التصنيف ماذا يفترض؟ هذا الفكرة النزعة الأولى لإفتراض وجود جماعات ككيانات قائمة يفترض أولا أن هناك جماعات منسجمة بمعنى في جماعة هي منسجة كل أفرادها ينسجمون وبينها وحدة وتماسك فالإفتراض الأول في فكرة الجماعة أنه فيه تماسك داخل الجماعة فيه وحدة قائمة بين أفراد الجماعة وهؤلاء يعون بوحدتهم وفيه معاملات أو زياء جغرافي للمناطق مختلف فهي واضحة المعالم خارجية هذه الفكرة الحقيقة إذا عرضناها إلى شكل من أشكال التحليل التاريخي لأي جماعة من الجماعات أو إلى أي توزيع جماعة من الجماعات في أي منطقة في العالم نكتشف أنها فكرة غير صحيحة يعني لو رحنا لأي بلد في العالم وحاولنا أن ندرس كيف تشكلت الجماعات داخل هذا البلد سنجد فيه تموجات في حدود ترسيم حدود الجماعات يعني تاريخيا ليس بالضرورة العراق مصنف طائفيا تاريخيا ليس بالضرورة حتى البحرين مصنفة طائفيا تاريخيا ليس بالضرورة الهند مصنفة طائفيا يعني على أقل الهند الذي يعرفون التجربة الهندية وعلى أقل المنظور الاستعماري الذي دراسة والذكر بدام عمر موجود بيننا عمر الشهاب اللي دراسة قيمة عن البحرين فيها استفادة من هذا المنظور اللي درسوا الهند الحقيقة بتحديدا في مدرسة مشهورة في الهند اسمها مدرسة التابع مدرسة التابع وهي تدرس تشكل الهويات الطائفية والإثنية داخل الهند تلاحظ أن قبل الوجود البريطاني في الهند الحدود الحقيقة عائمة تخوم الجماعات أو الطوائف عائمة وليس محددة بشكل صارم بين هندوسي ومسلم الحدود مرسومة على الأشكال مختلفة بعضها نفترض أن حاليا الآن 800 مليون هندوسي يكلهم يشكلون هوية واحدة يكلهم يشكلون جماعة واحدة بمعنى الجماعة بينها انسجام قائم وبينها مصلحة قائمة واحدة وبينها تماسق قائم بمعزل عن الفروقات القائمة أو الاختلافات القائمة بين الجماعات التي تشكل هذا الكيان الضخم الذي يشمل هوية الهندوسية للهند قبل الوجود البريطاني كانت الهويات تخوم الهويات غير واضحة وغير محددة بشكل صارم بعد الوجود الهندي تم التحديد كشكل من أشكال الإدارة لإدارة مجاميع بشرية كشكل من أشكال توزيع خيرات الدولة في المناصب في المكافآت في الحقوق في حصص إدارة الولايات فكان الشكل استحدثت الإدارة البريطانية لإدارة هذه المجاميع البشرية في الهند هو تصنيفها على أساس طائفي كمسلمين وكهندوس وكسيخ وكمسيح وإلى آخر إلى آخر فالفكرة الأساسية أن ليس للجماعة وجود معطاب بشكل قائم وثابت ولا يتغير الجماعة هي اختراع لأفراد أو لقوة في لحظة من لحظات التاريخ ليخدم أغراض محددة وهذا الاختراع يتم تعميمه بمعنى يتم تحسيس البشر بأنكم تنتمون إلى الجماعة الفلانية يتم تحسيس البشر بينكم تنتمون للجماعة الفلانية وليس للجماعة العلانية كيف تتم العملية حقيقة العملية تتم بشكل من أشكال أنا أسميه الاختزال أو تقليص التنوع أو اختزال تنوعنا كبشر كأفراد حتى اختزال تنوعنا في انتماء واحد وأحادي بمعنى هذا أنت تختصر بكاملك على أنك عضو في الجماعة الفلانية أنت تختصر بكاملك على أنك هندوسي أو مسلم أو كردي أو تركي أو فارسي أو سني أو شيعي أو أباضي أو زيدي بمعزل عن كل التكوينات الأخرى عن كل المكونات الهوية الشخصية الأخرى هل معنى هذا أن ليس هناك وجود حقيقي إلى أديان وإلى طوائف وإلى قبائل وإلى كيانات جغرافية حتى ينتمي لها البشر لا كل هذا موجود ولكن السؤال الذي يطرح أنه لماذا يتم استبعار كامل الانتماءات الأخرى إقصائها بأكملها ويتم انتخاب انتماء واحد فقط ويعتبر هذا هو انتماء الأحادي والمصيري لا تبديل له ولا تغيير يعني إذا المسألة مسألة التشابهات بين البشر ففعلياً البشر كلهم يتشابهون على أكثر من مستوى والبشر لا يشكلون هوياتهم في الحقيقة على أساس التشابه لأننا فعلياً نتشابه أنا الذي يختلف معاه في الدين اتفق معاه في القومية الذي يختلف معاه في القومية قد ألتقي معاه في الوطن الذي يختلف معاه في الوطن قد أتفق معاه طبقية وهكذا بمعنى أو بآخر إن إذا مسألة مسألة تبديلات بين محور ومحور نحن فعلياً ممكن أن نلتقي مع أي كائن بشر على وجه الكرة الأرضية في أي محور من المحاور في أي مستوى من المستويات أبرز مثال ممكن يطرح للتدليل أو للتوضيح هذا الفكرة طبعاً كلكم تعرفوا فكرة الصراع الذي جرى في رواندا بين القبيلتين الهوتو والتوتسي إذا مسألة تشابهات فبين الهوتو والتوتسي تشابهات تقريباً لا حد لها هؤلاء هذون أثنين هم نفس اللون كقبيلتين هم ينتمون الى نفس اللون ولنفس السلالة كاسنية يعني أو هي السلالة الزنجية أقصد ليس بالمعنى الإثن الثقافي هم ينتمون لنفس القارne الأفريقية وينتمون لنفس البلد اللي اسم رواندا ولنفس الدين اللي اسم المسيحية ولنفس المذهب اللي اسم الكاثوليكية وكثير منهم يعيشون في نفس المدينة التي هي العاصمة في كيغالي ومتصاهرين فيما بينهم يعني فيه زوج من الهوتو وزوجته من التوتسي فمن حيث التشابهات بين القبيلتين تشابهات أكبر من الاختلاف الحاصل فيما بينهم أنهم ينتمون لقبيلتين مختلفتين تاريخيا بحكم الوجود الاستعمار البلجيكي في المنطقة جرى توزيع الحصص داخل الدولة لصالح الأقلية الصغيرة اللي هم التوتسي على حساب الأغلبية اللي هم الهوتو فبدأت الأمور تتراكم بس فعلياً اللي حدد الصراع الزعامات اللي أطلقت شرارة الصراع أطلقت شرارة الصراع على أساس الاختلاف القبلي بين الهوتو والتوتسي بمعزل وما كانوا شايفين حتى العملية تتم ينبغي أن يتم اختزال هويات الروانديين بأكملهم في هذا الانتماء فقط بمعنى ينبغي على الهوتو أن لا يتذكر أن ذلك التوتسي اللي راح قتله ينتمي لنفس المنطقة ونفس المذهب ونفس الدين ونفس البلد ونفس العرق ينبغي إقصاء ونسيان كل هذه الانتماءات والتذكير فقط بانتماء واحد هو الانتماء القبلي للهوتو أو التوتسي لنفترض أن واحد من هذول الهوتو اللي كانت هويته تتحدد بكون هوتو انتخل في القرن الثمنتعاش أو في القرن التسعتاش قبل ستينات القرن التسعة قبل ستينات القرن العشرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية أولا نفترض أن واحد من هذول الهوتو كان موجود في جنوب أفريقيا قبل تسعينات القرن العشرين قبل المصالحة التي حصلت وخروج نسي المنجلة من الحكوم كيف سيرى هذا التوتسي أو الهوتو هوية داخل جنوب أفريقيا إبان التمييز العنصري القائم في جنوب أفريقيا أو كيف سيشوف هويته إبان التمييز العنصري تجاه السود في أمريكا في القرن الثمنتعاش والتسعتاش أو مطلع القرن العشرين بتغير السياقات سيجد هذا الهوتو أو التوتسي شيئا فشيئا ينظر إلى نفسك أسود الآخرين يصنفون كأسود النظام بأكمله الجماعات جماعته والجماعات الأخرى كلها تصنف على أنها أسود بمعنى اللون هو من له معنى في هذا السياق وليس كونك هووتو أو التوتسي له معنى في هذا السياق أنا أفترض أن هذا الهوتو لو أخذناه في لحظة من لحظات الصراع في إيرلندا الشمالية على سبيل المثال بين الكاثوليك والبروتستانت وهو أسود من الهوتو وكاثوليكي شيئا فشيئا سيجد نفسه أنه ينظر إلى نفسه والآخرين يصنفونه على أنه كاثوليك بمعزل عن لون سواد بمعزل عن القبيلة التي ينتمي لها وهذا الذي يحصل الحقيقة انتماءاتنا تتغير بتغير السياقات بمعنى بتغير البنى التي تكتسب فيها حدود الجماعات معناها يعني ليس للحدود الجماعة هويات عذرا ليس للحدود الجماعات وجود مجرد يعني الهوتو هوتو وين ما راح سني وين ما راح الزيدي وين ما راح هذه الحدود الحقيقة تتغير بتغير السياقات التاريخية والجغرافية تغير السياقات بتتغير كيف ينظر البشر لأنفسهم يعني النقد الأساس الحقيقة يوجهه الكتاب لفكرة الجماعة هي مسألة اختزال وجود البشر اللي بعتبره أنا الحقيقة وجود غني بمعنى لو ترك الأمر لنا كأفراد لنحدد من نحن وماذا نريد أن نكون فالخيارات لا أقول مفتوحة بمعنى في بنا في الخارج في قوة في الخارج في مؤسسات في الخارج أو في كيان تصنيف قائم في الخارج هو يعمل سلفاً أو مسبقاً على تصنيفي أو على حبسي داخل صندوق اسم الانتماء للجماعة الفلانية بس هذا ما معنى أن حريتي أنا في تحديد من أنا وماذا أريد أن أكون حرية معدومة الحقيقة الحرية مسألة تحديد هوياتنا أنا أتصور مسألة تنازع قائم والصراع وأحياناً تفاوض بين ما نريد أن نكون عليه نحن كأفراد وبين بناء أو أشكال أو مؤسسات أو حتى الجماعات والأفراد الآخرين اللي يصنفونا في الخارج يعني في أمثلة كثيرة في الكتاب وفي بعض الأمثلة حتى من البحرين يعني أنا ممكن أخذ هذا المثال لأنه مثال جيد ويخدم في هذا السياق في أحد الكتاب البحرينيين الكتاب الليبراليين البحرينيين الكتاب العلمانيين البحرينيين بمعنى الكتاب اللي من الستينات والسبعينات هو متجاوز الانتماء الطائفي سنه الشيعة في البحرين وفعلياً نحن لا ننظر له لا أنه سنه ولا أنه شيع ننظر إلى الكاتب علمانيا أو لبراليا أو حداثة أي أقارة التصنيفات وهو ينظر إلى نفسه على هذا الأساس وهو ينظر إلى نفسه على هذا الأساس هو في الأصل من أسرة شيعية منامية فهو صدر كتاب في فترة من فترات عن الإسلام السياسي في الخليج فمار المكتبة الوطنية وقتها أو واحدة من المكتبات في البحرين فشاف صاحب المكتبة فيتظل يدردش معه هو أعجب بأن صاحب المكتبة معجب بكتابه وظل سهران عليه يقرأ طوال الليل حتى ينجزه لسبب واحد بس غرض واحد فقط هو أن يريد يعرف هذا الكاتب الشيعي ماذا قال عن حركات الإسلام السياسي السنية فهو يصيب بالصدمة يعني أنت الآن سلفا تصنفني على أنني أنتمي للجماعة الأصل الجماعة الأصلية بمعزل عن قراراتي أنا فكفرد وما اخترت أنا لنفسي كفرد أريد أقول في نفس السياق أن المسألة مسألة تنازع الحقيقة بين ما نريد نحن أن نكون أو ما نريد أن نرى أنفسنا فيه وبين سميها قوة تصنيف في الخارج مؤسسة يعني أن الدولة تصنفك ليس فقط جماعتك تمارس عليك شكل من أشكال الحبس الحبس والعزل عن الجماعات الأخرى أن أنت ابن الجماعة كما لو كنت أنت واحد من ممتلكات الجماعة وليس فقط الجماعات الأخرى تصنفك يعني الجماعات الأخرى تنظر إليك على أن أنت رحت ولا نجيد أنت ابن الجماعة الأصل اللي ولدت فيها ويتم النظر إليك داخل بناء أو قوة تصنيف في الخارج على هذا الأساس أنا بقول هذا موجود وإرادتنا أيضا موجودة في تحديد ماذا نريد أن نكون أنا أنا بتصور هو هذه الفكرة الأساسية المطروحة في الكتاب واحدة أيضا من الأفكار المطروحة في الكتاب لها صلة بفكرة إن ما الحل في مسألة اختزال هويات البشر المتنوعة أو وجود البشر الغني والثري والمتنوع أنا عندي حرية تقريبا على الأقل بها مش واسع لأحد من أكون أنا بحرين ومسلم وعربي أكاديمي ومثقف وابن قرية معينة أو مدينة معينة وابن طبقة معينة ورجل ولست أنثى وإلى آخره في النهاية أنا بشر يعني هذه كلها مستويات أنا في لحظة من اللحظات قد أجد نفسي فيها وقد أجد أن هذه في الحقيقة هي محور هويتي هذه محور هويتي وقد أفاجأ أن الآخرين يختزلون كل هذا التنوع اللي أنا أشايف نفسي فيه فانت ما أواحد أن أنت ابن الجماعة الفلانية ابن الجماعة العلانية إلى آخر هذا موجود وذات موجود ما الحل في هذا الموضوع يعني في بمعنى كيف بالإمكان مقاومة هذا الشكل من أشكال الإختزال أو التقليص لوجودنا كبشر في انتماء واحد اللي قرأه الحقيقة أمين معلوف في الهويات القاتلة واللي قرأه مارات يسان في الهوية والعنف وآخرين هي فكرة حقيقة شائعة بين الكتاب منذ أن كتب أمين معلوف هذا الفكرة إن الحل هو بتذكير البشر بانتماءاتهم المتنوعة إن الحل أن يتذكر السن والشيعة إنهم قبل أن يكونوا سنة أو بعد أن يكونوا سنة وشيعة тиقب وأي tum� بحرينيين وهم مسلمين وهم عرب وهم خليجيين وهم إلى آخر إلى آخر وبالتالي الحل لمقاومة هذا الشكل من شكال الإختزال هو تذكير البشر بانتماءاتهم المتنوعة بمعنى الانتماء الأول الذي سيجمعك مع الجماعة ألف الانتماء الثاني سيجمعك مع الجماعة باء الانتماء الثاني سيجمع مع الجماعة جيم وهكذا بهذا الطريقة فعليا ستجد أن أنت متشعب من حيث الانتماء إلى جماعات متعددة فبأي معنى يتم اختزال وجودي كله أنه فقط الجماعة الألف أو الجماعة باء أنا أطرح فكرة في الكتاب ليس ضد هذه الفكرة التي اطرحها من معلوف أو أمار تسان وإنما أطرح فكرة أن فكرة الجماعة في الأصل أو فكرة الهوية في الأصل تتضمن أنا أسميه وحش الهوية بمعنى شكل من أشكال إنتاج الشرور فيه شر فيه طابع شراني موجود في أي هوية والسبب يرجع لأن الهوية بشكل أو بآخر فيها شكل من اختزال الأفراد في كيانات مجرد أكبر منهم بمعنى أنه ليس المهم الفرد المهم الكيان الأكبر من الفرد اللي هو اسم الجماعة فهو من حيث المبدأ فكرة الهوية أو فكرة الجماعة بتعطي بتعطي شكل أشكال التقدير للجماعة نفسها بمعنى الجماعة لها شكل أشكال التقدير وبالإمكان تحويل الأفراد لهم البشر الحقيقيين من لحم ودم بالإمكان تحويلهم إلى رقم من بين أرقام هذه اللي تكون هذه الهوية أو الجماعة أو إلى الترس في هذه المكينة الضخمة اللي اسمها الهوية أو الجماعة بمعنى تقليص وجودهم وقيمتهم كأفراد القيمة الحقيقية لذا الكيان الجماعة الضخم اللي اسم الجماعة في حين أن الكيان الضخم اللي اسم الجماعة الحقيقة هو اختراع يعني هو شكل من أشكال التصنيف التصنيف المخترع ليس هناك وجود مادة للجماعة ليس هناك وجود ما هذه الجماعة إلا موجود مجموعة أفراد في لحظة من اللحظات يشعرون بتعميق شكل مشكال الروابط فيما بينهم وسيتم أحيانا حتى اختراع سيتم اختراع روابط لم تكن موجودة سيتم تعميق قواسم مشتركة كانت باهتة في لحظة من اللحظات يعني إذا نبغي مثال حتى من البحرين على سبيل المثال وقد يكون حساسة شوية بس خلينا نذكر الآن نحن نتحدث في البحرين أو على الأقل هذا خطاب موجود وهذا كلام متداول إن فيه سنة وفيه شيع بمعنى فيه جماعة واضحة المعالم اسمها السنة وفيه جماعة واضحة المعالم اسمها الشيع فعليا تاريخيا في البحرين هل هذا كان صحيح هل هذا كان موجود على الإطلاق لم يكن موجود بهذا الشكل اللحن نعرفه الحين وممكن حتى إلى اليوم غير موجود يعني ما زال إلى اليوم هو سعي وهو رغبات وهو مطالب أفراد أو قوة لأغراض محددة لها جانب بتسييس الجماعات وبتسييس الانتماء للجماعات تاريخيا على سبيل المثال الشيعة لم يكنوا شيعة ضل السنة أو في قبال السنة يعني الآخر للشيعة لم يكنوا السنة في البحرين الآخر بالنسبة للشيعة الأخباري هو الشيعة الأصولي الآخر للشيعة الأصولي هو الشيعة الأخباري وحيانا بين قريتين متجاورتين الآخر لا هو هذا ولا هو هذا الآخر هو ابن القرية الفلانية ابن القرية العلانية بمعنى القرية الفلانية سترسم حدود انتماءها بناء على أنها ليست ذاك الآخر وهذا القائم فعلا القائم أننا نشكل هوياتنا ليس بشكل إيجابي على ما بيننا من قواصم مشتركة وإنما بشكل سلبي بمعنى ما ليس موجود عند الآخر هو مناسب لأن يكون مقوم أساسي لترسيم هذا الحدود وبالتالي ينبغي تحديد يعني الذي يحدد هوياتنا الحقيقة هو الآخر هذا في المجتمع نسميه الآخر المهم بمعنى الآخر اللي بناء عليه تتحدد حدود الهوية ألف لو تغير هذا الآخر يعني كمثال افتراضي لو في بلد من البلدان يعيش فيه بشر عرب وأكراد وتركومان وفرس أو خلينا نخليها أوضح في عرب وعلى سبيل المثال العرب في إتراك وفي كرد وفي عرب قد نفترض ابتداء على أن الجماعات رح يشكلون هوياتهم على أساس القومية باعتبار أن الآخر المتجاور معهم أو اللي جوارهم هو آخر قومي إما كرية أو تركي إذا افترضنا فيه عزلة للأكراد فيه جبال وسلسلة جبال تحيط بالقبائل الكردية تعزلها عن الآخر العربي وعن الآخر التركي وليس هناك اتصال مباشر بين الأكراد وبين العرب وبين الأتراض كيف سيشكل الأكراد حدود هوياتهم؟ تتشكل حدود هويات الأكراد على الآخر الداخلي يعني الكردي اللي في الشمال والكردي اللي في الجنوب الكردي ابن المدينة والكردي ابن القبيلة الكردي القروي الكردي المرئيش وهكذا تحديد الهوية الحقيقة النقطة الأساسية نقطة الانطلاق في تحديد هويات البشر هي في تحديد هذا الآخر اللي بناء عليه تترسم الحدود لو افترضنا أن الأكراد على سبيل المثال المسلمين في أكراد مسلمين وفي أكراد مسيحيين في أكراد مسلمين وفي أكراد مسيحيين يتشكل هوية الأكراد على أساس الدين كمسلمين وكمسيحيين إذا جت كارثة وأبادت كل الأكراد المسلمين أو المسيحيين وبقي فقط الأكراد المسلمين لحالهم في المحيط الجغرافي اللي هم فيه سيتم عملية أحيانا شاقة وتتخذ مدى في الزمن لإعادة ترسيم حدود هذه الهويات أن يبدأ الأكرار المسلمين يعيدوا فرز أنفسهم على أساس مختلف كأكرار المسلمين في الشمال في قبل أكرار المسلمين في الجنوب وبالتالي أنا اللي أطرحها في الكتاب فكرة الهوية بحد ذاتها تنطوي على شكل من أشكال إنتاج الشرور بمعنى ليس بالإمكان تخيل الجماعات أو الهويات إلا بالحدود أن هناك حدود ترسم من هم داخل الدائرة عن من هم خارج الدائرة بين نحن وهم وبالتالي فكرة الحد فكرة الحدود هي التي تخلق المسافة بينه وبين الآخر حتى لو كانت مسافة فكراضية أو مسافة متقيلة بس هذه المسافة الحقيقة هي اللي تجعل البشر يتعاملون مع أبناء جماعتهم بحميمية أحياناً مبالغ فيها وتجعلهم يتعاملون مع أبناء الجماعات الأخرى ببرود وحتى انعدام إحساس يعني فيه تشبيه إلى أحد الفلسفة النرويجيين بيشبه الهوية على أنها ثلاجة معكوسة بمعنى الثلاجة حتى تنتج هواء بارد في الداخل عليها أن تنتج هواء حار في الخارج الهوية بتنتج حميمية وحرارة في العلاقات بين البشر داخل أفراد الجماعة بس نتيجة ذلك بتكون تعامل بارد وأحياناً حتى متخشب ومنعدم مع الآخرين هذا العدام الإحساس أو البرودة في الإحساس مع الآخرين هو اللي بيولد كل المشاكل اللي لها صلة بمورسة تمييز على آخرين أو بمورسة حتى قتل على آخرين أو إبادة على آخرين وبدم بارد المسافة بتعطيك شكل من أشكال راحة الضمير على أن ما ترتكبه الحقيقة ليس أمر بشع وخطير ليس أمر بشع وخطير هو ما هو أمر إذا استعرنا مثال أو مصطلح لحنة أرند هو شر تافه هو شكل من الشر ليس له أبعاد فضيعة وخطيرة وبالتالي أنت تقتل بشر مثل ما تقتل دبابة أو مثل ما تقتل أي حشرة تقتل أي حشرة بنعدام ضمير وبالتالي تستطيع أن تقتل أي بشر بنعدام ضمير لأن هذه المسافة الحقيقة تعطيك إحساس أن ما تعمل الحقيقة هذا شيء لا يترتب عليه أي تمزغ في المشاعر الداخلية للكفر أنا أكتفي بهذا لأن أبو فراد يلاحق أنه بلقيقتين قضينا أخذت منهم ثلاث أشكر لكم حسب استماعكم وشكرا جزيلا